اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة بنا نقول لكم شكرا مزافح قص قبلتوا عندكم في البيت ونخلي لكم الكلمة اولى لكم مرحبا بي انا وياكم عند سي جلال وانا جيد سعيد ببادل لقاء ذا ونتمنى نكونوا خفافة على الجمهور ان شاء الله اولا مرحبا بكم وبتانيا شعرف كبير لكم جيوا عندي انايا وبحضور الاخليه لي السيكمال وتمنى ان شاء الله نكونوا خفاف نقلو لكم كابنين جوم والمشاهدين بإذن الله ان شاء الله اول حاجة بنا نسولكم كيفاش الفرق بين رمضان العمليفات وهذا العمال شنو اللي مختلف شنو اللي تساد وكما كتعرف في رمضان العملي فهذا سفوح الظروف اللي عادية جدا وهذا العمال بيأمنى وكين كالفيروس دي الكورونا دا بالحمد لله كاللقاح وتشكو جلالة الماليك اللي اللي قائم بالعمل يعدي وجبنا اللقاح قبل عدة دول يعني نامية جبنا اللقاح هذا دونك هذا رمضان هذا اكسبسونية شوية بحكم كورونا فيروس بحكم دزاف دي الحويج بحكم ان انا ما في الميدا الفني ما شتغلناش بزاف لانه وكالفيروس يوشوف المصرح ما ما قطلناش نشتغلوه بضمك احنا كنعيشوه ماي رمضان كيبقى رمضان الحمد لله كنحفظوه للتقاليد والأصار المغربية دي الناشي اللي كي نفس السؤال غادي نجهول سي كامال شنو الفرق بين دي رمضان العملي فات وهذا العم مش غادي نقول لك رمضان دي اللي اللي فات اكسبسيوني شي عاجة جديدة علينا كاملين يعني مع مرنا تخين علينا غادي نطيحو فهد او نعيشو فهد الوباء هذا ولكن الحمد لله ده بتقاضطينا مع الوباء والناس بدتك اتفهم انها خصت تعيش معه ممكنش نبقى ووقفين ما نديرو تشي حاجة يعني خصنا نخدمو خصنا نخرجو خص القسيصة اللي تحرك خص البلاد تحركتها هي باقي شي قطاعات اللي ما قطرناش ان يعني انها تفتحوا لانها تبدال الخدمات ديالها ولكن غادي تجي ان شاء الله بتدريج وتيبقى هد رمضان هذا يعني ما كناش فيه استرسي بزاف كيف اللي اللي انا جديد علينا ونتمنى هد الوباء يمشى لنا ان شاء الله فهذا فترة هاد يجال الوباء شنو ما الحويج اللي تسوحشتهم في رمضان كنتو قدرونهم قبل الوباء ومن قدرشتهم انا ما قاعدنا في الضادرنا قاعدة شيلي ما عمرنا دلنا انا قاعدة شيلي ما كناش حالة دي كناكله يعني مدينها كانتش هاو صعفي وقاعدينه يعني ما كانش ولكن اللي جميل في هاد فرمضان اللي فات واننا انا عرفنا البيت ديالنا بشكل كبير لانما كان خرجوك نخدموك نمشي وكانت بزافت الحويج اللي ما كناش كردو لالبال وانا كردو لالبال يعني مع ولادنا قلصنا شفنا شنو المشاكل اللي كانت شي حويج جديدة اللي بدأت كتبع لك عرفتي ولدك مزيان عرفتي الدار عرفتي وليسيز عن ما كتدير كل شي يعني كتشوفة شنو المشاكل اللي كان في الدار شحال ذيك انتي تقدر تمييك ولكن بانك قاعد خستك تنود تقدها هو فيه ما هو إيجابي وفيه ما هو وسيل فيه وكيف كان نقول ديما نتمنى ويبعد علينا لانا شوية قاسح إن شاء الله كن بنع لانا عاكت في الدن عن فرق وص يوم جنة وكساعدكم الله أكبر الله أكبر أشعد أن لا إله إلا الله أشعد أن لا إله إلا الله أول حاجة أريد أن أقول لكم بصحة فطركم أعطيك الصحة والسؤال موجهة شكل يوجد الفطر الحقيقة الحقيقة عوجت شوان وكمال ولكن كمال وجد البغة كبيرة لاننا ما بينه وبين الشغير الخير والإحسان بما أنك قلت بابينك وبين هات شيء إلا الخير والإحسان قبل نجي وعرفنا أنه وقعت واحد طريفة ومنخلي بسي كابل هو اللي يعود هالين حقا أخوي عود أعطينا أنك حادك بزاف لا ورد ستين في المياه من هنا ممشتري بش ممدوش نكدب واربعين هناللي مساعمين فيه ولكن بالنسبة لي هو كان شوف فيه قبير هنا معروس شد الترموس وليش عال في البوطة وحط فوق من هال يعني كل ما نطشاني يكون أشياء يجي الترموس البلاسيك فوق البوطة فوق البوطة وقالك هو مع مرض ودخل كوزينة ما كيعروش لهذا الشي وخصك تبدأ دخل كوزينة أخوينة كانت شي لدرت يراخل داكور طبنا الجيل الفطر أكيد كل واحد فينا كيكون عنده شيء أكل مصحي يستغنى عليها في طبنا الفطر بالنسبة لي كنتم شميل أكل مستحيل تستغنى عليها أنا بسبب لي الحريرة ضرورية قدر دعمان بزاف تحويج من من أكلهم شوكي الحريرة ضرورية في الطبنا بالفطر بالنسبة ليك جلال أنا بسبب لي ما كنتريني قبل الفطر لذلك التمر حلو التمر عزيزي لي بزاف والحليب أكيد إحنا كمين فشكنا صغارين غديرجعكم شوية للطفولة أكيد فشكنا أول فطر دينا كنديرو شي بلال شي طريفة ما نكررش أنكم تتقاسموا معنا شي طريفة وقعت لكم في الصغر ديكم في أول يوم سيام ديكم أول يوم سيام دينا في أول يوم سيام دينا صراحة ما صمتوش كامل ما كتكون باقي صغير صغير صورتولة بلغتي بكرية على واحد لاجي خمسة عام ستاشر عام ستاشر كتكون مراهق ما قدر يجيك الجوع تقدر تخبها موات اللاجه تشفر واحد جوج حلوات تاكل وقعت ليت أنا بستقناله أنا بلغت على شي خمسة عشر عام ما قترش نصوت أخبئت وقليئت وعقبيل وليد وقال لي إن الله هكافظوه ونفس السؤال مرجم شو كامل أغسك تردو شو حال ماذا دار ولي ومين شو حال ماذا يوم يكون شو حال لا بالنسبة للطرائف ما تنتكرش أنا شوية أنا كبير أنا كبير بزيف ما كبير يا الله ما تنعقلش على شي عاجة غير الفرق اللي كان عيشه ودابا وصيرتهم مع الدراج الصغار نحن نحن نفتروا معركبها نحن نخرجوا للزنقاء تعي فتروا للناس على دابة هالظاهرة ما بقعتش بدأ من الدراج صغير ولي كي أكل دابة ولي ما نحن كان حاجة تخرج آتت ولكن من بعد ما بقعتش عندنا هاد الاشكال هذا ولينا نجمع فالطبات كان كبيرنا وقاعدة الصيام أنا فاش سمت سمت باش بديت كنصوم سمت قبل من ما حق عليه بحكم أخوتي كنا قراب في السن صاموا وما دخلت معهم صمت معهم على الشهر كامل قبل الوقت صمت الشهر كامل أنا بكري ديت كنصون أنا مرض لك كريدي ولكن بالنسبة للطريفة ما كانت ذكر شيئا ما قالتش ما قالتش ميكي قرب رمضان كاللاحظوا واحد ظاهرة لكتوقع لأن الناس كيولي وياخدوا مأكولات بكثرة كيولي أسرف أنتم أول حاجة وشمع هالفكرة اللي ضدها وعليش لها الضائرة هذه كندوية معك يعني أني كنا نحن صغر يعني الطبلة ما كانتش فيها بزاف كانت الحريرة بطبط قوة ولقاتاي وصحت شيء ببسيط جدا والصحور ولي كنا كنديرو فيه بطبط بزيد العود وكنا كان حضرو تلس في السطح مني كان هذا المجمار والفراح والجيران كلهم كي طيب كانت واحد طقص جميلة جدا اللي تفتقد ما مقناش كنشوفوها دابا مني كبرنا وبدأ كل واحد زمان كيوليت ما بوليت ما بوليت عنه عنده الفلوس كل واحد ندخل شي حاجة تقول لديك الطبلة تقول لتي أطرت كتأطرت على الصحار المصران ولكن بالتسبب لي أنا رجعت الولايات عندي الطبلة ما زال جلال رم مقود شي ما أنا عندي الطبلة فقيرة جدا يعني أنا حساب الصحادي أنا أنا كتغسكت نوت تصلي خسك بزي ما ممكنش تتقل بزي 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 مش علاش يعني الطبلة عندي دبانة فقيرة جدا ما بتعني بيش نكتر بزي فلعن أهلكنا رأسنا مش علاش نفس سؤال مجهة جلال واش نترمعها الظاهرة أو لالله وهي ضحية البدخبة بصفة فعلا مضحية ممزيانة بصدقها هي العين التي تأكل في مجين العين التي تأكل بعد المرة كتتحط بزي الحواج وما كتتأكل والو فيهم بصدق يعني كتتأكل عالتمر وتخضت شربة نصف البانيدي الحراء وكتشباه مايكي تبقى كتبريت حدك شاب تشوفه عويناتك وصافة وتخدر عويناتك شي دي كتعش أخر بخين الش كنعرف أن جلال عندك واحد شخصية قوية وكتبان في بعض أحيان عصبية واش باش كي جرمدان كتت رمضان واش كنت رمضان كنت رمضان كنت رمضان أنا أصلا مرمضان ولا رمضان أنا أصلا أنا إنسان شوية 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 وعندي نشان فهمتك وكتباني بحل جرمضان بحل المجال شخصيتي كتبقى شخصيتي وكتبوها ما القليل لتنقل تنقل مايكي مايكيش تصوم نهار لتنقل مايكيليتك تغل يعني الماكيليتك لدي عالقة بشخصيتي وعندي بحل غمضان وعندي بحل غمضان وعندي بحل غمضان ذاكو مشو كامل أنت شمرا في الظاهرة جاء الناس يترمضون في غمضان يا ضاهرة ماشي صحية أريد أن يأتي لقى الناس عاديين تلقى الأشغال التي تقوم بها في الفطار يجب أن تموت تمشي ليس كين دبال يبقى نهار كامل يقول لكم رمضان أنا بالنسبة ليلة أنا كنت أكون عادي في غمضان وكان كون حاركي بزاف أكثر أكثر من الوقت اللي يعني ما كنحش بشي حاجة ما كنحس أن مديرون جاي ولا موقع لي شي مشكل ولا الجوع ولا شي ما ما تؤثر شوية وكانت منى من الناس أن هذه المسألة تمرضين ترمضين يعني يردوا لها البال وتحييل لأن أرى ماشي صحية لا إنسانيا ولا دينيا وهذا ما كان إلي قلت لك الفرق بين أجواء رمضانية في يامل الصغر وفي الوقت الحالي شنو اللي تبدل شنو اللي تتغير ليش تقيته وتبدلت بزاف الحواج يعني كنا كان عيشوا طقوس زوينة في الصغر دي أنا لا لا في الخارج داخل البيت ولا خارج البيت وصحور صحور وكانت واحد ضايرة زوينة بعدها في منتي كنت يقرب رمضان وذي كل يومين الأولى هذا كل شي مقابل الهلال كانت هالضايرة في السطوحة الناس كنت تقلب دابا ما قلناش كنعيشوا هاد ما قلناش كنعيشوا هاد المقلناش كنعيشوا هاد الأجواء هاده ثم ما كانوا واحد بالنسبة للناس واحد العلاقة بينهم لابن الجيران العائلة كانوا بتتجمعوه كان كانت الرحمة بين الناس كان الود كانت بزاف تلقيام اللي بنتكاتمشي بنتكتتضيع لان الطبلة كانت طبلة فاقيرة وقيم كثيرة هذا الطبلة عامرة والقيم ناقصة داكوه بنسمالك جلل شنو شنو اللي يسبتل فرمضان ديال طفولة ورمضان ديالدابا وانا بحكم فعمري ستة وشرين عام ما قداش نقول لي شنو كانوا واقع شحالة ديالي لكن اكيد غيكون اكيد ووي كي عود ليها جدي مثالا على الواليد بحالة شيلي قادة بابا بوكامال بحالة شيلي قادة بالصح يعني القيم بداش كتتمشي مالأسف من قيماش كنحسو بدك بدك رمضان ديالش حالة دي أنا صمت بمثال مني صمت هاتي خمسطة مني كانت في عمري خمستاشر عام مشي بحال اليوم عمري ستة وشرين سبع وشرين عام يعني كينا شي عاجات غيرات بسرق ودبا بحكمة ديالد السوشيال ميديا ودشي فيمتيني كي اللي بغي يحط بلعامره بشي يلوحه في انستغرام ودشي يأثر عنينا والله إذا أثروا حق الله كان واحد كي يكون على خفيف معاقيت وحنا الناس مونات الشعب بحكمة ناود من تقدر بسلطان إنه ناس شي كي يدخل عن تشي تشيره باقي لحد الآن في حيات الشعبية بش نتفهموا وقالي قدر يكون داتشا في بلاسة أخرى كينا تشيره باقي باقي إذا بشي كي يدخل عن تشيره هو نقص وما كناش كالشيغلين غاسنا بشي ديال فيسبوك انستغرام خسين نصور خسين نور نجيب طبلة واعرة يعني كنا نعيشو بسيطين فمتيني سامبل وهي أهم شيء في الحياة مني قد يتفكر كالجارة هي كل شيء نتاكوخ ميسيو كامالة بما أن نهضر على السوش الميديا والإنستغرام أنت شنرأيك في الشباب ديال اليوم اللي ولا وفاش كي قرر برمدان أو لا أي عيد كي حاولوا يباقطعهم مع الناس ديالهم بطبلاك في مقال كبيرة شنرأيك فاش وأنا بمسالي مسألة ديالجيل مسألة ديالشاب يعني ما عاليش ننوركو عليهم بزاف هذا الوقت ديالي بحلقة ما يمكنش غادي نمتقدهم ولا أنا أصلاً ما عنديش مع هادشي ما شي ديال التواصل ما كنلقاش فيه راحتي ما كنلقاش فيه ذاتي وبعيد عليه بعيد عليه بشكي وخاوة جزء من خدمتي يعني مني كان من تكون مضطر من ديره وصافي ولكن زع ما بشتنا ندخل فيه نصور إلا ما ما تندخلش في هادشي وهذا عالم جديد وقد وقت خورا يعني خسناً أدار طلب عاموز هذا هو اللي كين أكيد كل واحد مورا الفطار يكون عنده واحد الروتين اللي يقديره بالنسبة لكم ما شون الروتين ديالكم مورا الفطار أنا بالنسبة لي كان من نبقى في الدار القضية بنخرج رجل هذه كان من نبقى في الدار من نعيش هذه الأجواء مع الدار مع الأسرة وتيع جميلين من نبقى في الدار أولاً وكانت تقرأها كانت تدير مجموعة من الحواج لما كانت تدعش لك الفرصة أنك تديرها بحكم أنك نتمنى دائماً أنني ما نكونش خدام في المدان كان أريد أن أعيش هذه الضقوصة ولكن إلا خدمت رأي خدمت ما أخدمش كيكون ذلك ساعة أنا نعشت مع راسي لأنني سندير بزاياً في الحواج اللي ما مولوش كنديرها أنا إذا كان مanger إنه يهم الناس ليس ألا فطو كيلي كتريني فمشيني أنا كنتريني شويها كنتريني قبل الفطو ولكن إذا أخبرنا قد كليل شوي على الواليدة كنتفرجو في أعمال الترامية المغربية والعربية والعالمية كذلك لأنني أعرف أشياء فرسنات أن تكون واحدة البروغرامات تغنية في المغرب إن تبدأ في العالم العربي حيث نبيك كنتن سأوموا ولكن يكون صمون إلا أن أعتقد من أن لتو BIG جميل ومجرد القديم وقد أردت مع أسعابي وقد أردت عن حيواتي يوجد عدته و وقد نفعله حين تعطيتها ORIO لم أتبع لحظة أنت أتبعه في المصدر أو أنت يقوم بالحظة إتبعه في المصدر لم يقوم بالفعل الأن عدد هم أسرع أنت تقول إن أفضل إنها شخص الأن في حيث أكيد كم من الصحور شيء يغلق في الصحور ويأكل وجبة خفيفة في الصحور ممئنة نوعاً زائر أنا كنغلق في جميع الوجبات كنغلق في الصحور كنغلق في الفطول إذا لم يكن شمدان كنغلق في طول شوكس كوتو فمشيني أنا إنسان وكل وهذه الحقيقة وخما بين الشعالية ما يغاني وكل يعني الطول طول كلا عبدوه مهم فمشيني فأني إذا شفني شيء واحد قل نقول لي فيه 85 كيلو وقدر ما تياقش بالطول فمشيني كيلي طويل كيلي 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 تزاد في الطول كيلي كيكونawaً مونش قيل على الحساب أنا كأنه أنا كأنه هذا الشيء такое من جميعها هناك نوعاً ما إياه كان كتافي به الصور أنت أطلع القياس ريبة دي اللي ما وصل فينا بس ما ما يكونوا الناس ما تنقلش كان عرفوا لأن جمعكم واحد العمل دولنا عليه كتر العمل اللي كانت قسمه أنا وسي جلال وعمل دي السر القديم هذا مسلسل من ثلاثين حلقة عمل درامي فيه أحداث كتيرة فيه خلوط متشعبة كتيرة فيه عوالي ما دي تكون يعني كان نظل على أنه غدي يستحسنوا الناس لأنه فيه مجهود فيه قصة وفيه تشويق غادي يقول كلمته غير هو ما غديش يكون ما غديش يكون هنا بقي حنا سويا ما غديش يكون فرندان ولكن العمل اللي عندي هنا فرندان واحد يدتان وبنت الحراز اللي يعني غدي جب بحلة جديدة برؤية جديدة مع المخرج كبير نصرات لأنه جب واحد رؤية جديدة إخراجية وكن نظن وعندي اليقين أنا مني غيشوفوا الناس غيستحسنوا بشكل كبير لأنه غدي تمتعوا تمتعوا لف الصورة لف التمثيل لف الحكاية لف الملابس لف الألوان كين ما يتشاف كين ما يتشاف إن شاء الله كين كين وجو جديدة وجو جديدة يعني مشي وجو جديدة يعني وجو جديدة على المسلسل على حدي الدان كين ممتدين كتار إن شاء الله اللي غدي اللي غديشوفهم الجمهور وعني ومشي بل بش ماير فين كيتشافوا يعني بس تلة جديدة اللي كان نظن على أن هذا حدي الدان بنت الحراز غدي يقول كلمته إن شاء الله إن شاء الله هو إنا لإستحسال الجمهور بنسبة لك جالال وإنا على الأعمال ديالك رمضانية بسبب الأعمال ديالك رمضانية عندي مسلسل السير القديم السير القديم بارلو ما غيروش في رمضان عندي مسلسل درس لها اللي غيروز على القناة التانية إن شاء الله هو مسلسل من 15 حلقة 52 دقائق كان جلس في أحد أدوار برطولية دي الواحد العائلة من مدينة فاس لأننا كنعرفوا بمدينة فاس لأنها مدينة عاتيقة وفاهم بزاف دي المونيمون لخص المرارب يشوفهم كل اللي كعرفهم كل اللي ما كعرفوش ببريمون يعني الشركة المنفيدة كونكسون ميديا ولا المخرج محمد أمين مونة ولا القناة التانية يعني ارتأت بش 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 تصوغ دي مستم مدينة فاس بش 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 النس كما كتك تشوف تشوف بزاف دي الحويزوينين يقصة دي العائلة كتكوين من خمسة دي الأفراد يعني في الإرتو في مشاكل أخرى بش مما حاجش عن المستم سادة كنظل أنه بغير كيشافهون منه بعد الحلقات يعني وجاني صادع لأنه الحمدوللله المستم سادة غني مزيان و أنا فرحت بزرا بلأنه ممن يقدير شي مشفوه ضمن القلب يعني كيوصل للقلب وعندي مستم سادة دائرة 1555 تي لمخيشة لمي سخيرات هو مستثال في الرابعة للحلقات كيدوسكول لسيما على القالة الأولى يعني كنت جنسة فيها واحدة أضوات بوضولية مع أمين ناجي ومع زور سليماني وصويلح ومثلين المبتلين يتحدث على القصة الناس يشفروا ويقصة بوليسية درامية وفاقصة حب كذلك تمنى على الناس يجبون تشيري بشاك في هذا العمل ومثل سال الساعة قديمة سوف يدوز إن شاء الله مو رمضان في الموسم الجاي اللي كان جزت فيه أحد الأدوار البطولية كذلك دو مختلفة للمرأة ويعني برفقة أخويا كمال اللي صراحة عوني بزاف هذا الدوارد لأنه منسا عنده تشعب كبيرة كتاخد منه حواجات اللي هو عارفهم وتأوتي يخد منه حواجات كالشباب حنا يعني فلكتوري للدابة وبالزرد للحواجات إن كل واحد طريق يشوف الأداء وحنا نتكامل في انتيني الحمد لله الجيل اللي صابقناه هناك تكامل ما كنش مشاكيل وفرحة بزافة المستدى الاستيقديم إنه فيه فيه في قصة كما قال كامال وتحييل السيناريت سايدنا فالمخرج محمد أمين مونة والشركة المنفيدة أغلالتخول اللي صراحة نفرط لنا جميع الإمكانيات بشتخدمه في ضروف ليه بزيانة بصدق إن شاء الله هنا العمل ذلك استحسى الجمهور وللأسف نسخدش بكم وصننا نهاية الحلقة أنخلي لكم كريمة أخيرا جمهوركم جمهور للأمولاتي واشا غدين نقول لنا غدين نقول نقول الجمهور الكريم شكرا مزاف اللي كتبعوني اللي كتشجعوني وشكرا لأي واحد كيش جعجع لقاربهم لبداية دياله اليوم وغدين نقول لهم كلمة واحدة وحبكم جميعا بدون استثناء جوفوزين فوصنز اكسبسيون أحبكم جمهور جمهور كنا نتمنلهم كل حاجة زوائنا حب خاوة أي حاجة اللي تقدرت جمعنا مرحبا بيا وشكرا شكرا إذن مشاهدينا ووصلنا نهاية الحلقة من ربليكم معهد في الحلقة الجاية ومعضاية جديد لا تنسوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال ليلة مولاتي واتضغطو على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد